بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحالة جديدة من برنامج التريند يمكن على مدار أسبوع كان في أحداث كتيرة في الساحة الرياضية المصرية وتحديدا كمان بالنسبة لمشوار النادي الأهلي يمكن لعب أكتر من مباراة فاز على الاتحاد فاز على المصري كسب المقصة وتأهل الدور ربع النهائي في مسبق كأس مصر وما زال كمان النادي الأهلي في المنفسة على بطولة الدوري وبالتأكيد هناك مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي خلال الفترة اللي جاية كمان كان في كلام كتير جدا على لجنة الحكام في الفترة الأخيرة ورحل رئيس اللجنة ثم أيضا رحل مدير لجنة أو مدير تقنية الفيديو داخل لجنة الحكام وحاليا بيدير لجنة الحكام الخابير الإنجليزي كلاتنبرج تفاصيل كتير قوي يمكن مرت علينا خلال هذا الأسبوع لكن كمان أبرز المستجدات بالأمس اتحاد الكرة أعلن قرارات مهمة جدا أولا قرارات متعلقة بميزانيات الأندية في الموسم القادم وكمان الاتحاد الإفريقي اعتمد أسماء الأندية المصرية عشان يكون عندها الرخص الأندية المحترفة الأهلي زمالك بيرامدز في يوتشير وبالتالي كل التفاصيل دي بالتأكيد هنتكلم عليها في حلقة النهاردة وكواليس وأخبار مهمة جدا هنستعرضها من خلال برنامج الترند زي ما انتم متعودين معنا بتشوفوا كل الجديد والأخبار والكواليس لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة هاز أعرف مقترحات حضراتكم لتطوير منظومة التحكيم في كرة القدم المصرية خلال الفترة اللي جاية شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراء ومشاركات حضراتكم على التطوير والمقترحات عشان نطور هذه المنظومة في الفترة اللي جاية لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يختتم استعداداته للمباراة أستر نيكامبري وفي الترند المحلي فيتوريا يفاضل بين 17 لاعب جديد للمعسكر المقبل وفي الترند العالمي منشاستر يونيتد يفتح باب الرحيل لرونالدو الفترة اللي جاية فيه كلام كتير أول بخصوص منشاستر رونالدو ونتائج السلبية وموقف كريستيانو رونالدو بالتأكيد أمور بتشغل بال كل المهتمين بالدور الإنجليزي وشعبات وجمهارية النجم الكبيرة البرتغالي كريستيانو رونالدو أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع وعندنا كلام مهم جدا في فقرة ترند أعلم بحضراتكم من جديد طيب اليومين اللي فاتوا اتخذ قرار مهم جدا بخصوص الدوري في الفترة اللي جاية وأمور متعلقة بتعلامات القيد في الموسم الجديد عشرين اتنين وعشرين عشرين تراتة وعشرين وهربط القرار اللي اتخذ وهو قرار عظيم جدا من اتحاد الكورة بقرار ظهر بالأمس أو تم اعلانه بالأمس من قبل الاتحاد الإفريقي وهو اعتماد أسماء الأندية المصرية ومنحوهم رخصة الأندية المحترفة الأهلي والزمالك في كأس الكنفدرية وأهلي والزمالك دوري أبطال والأربع أندية حاليا معهم رخصة الأندية المحترفة يمكن الأهلي كان دائما معه الرخصة الدائمة مش الرخصة المؤقتة وكان فيه أندية من اللي تم اعتماد الأسماء ليهم كان معهم الرخصة المؤقتة لكن بالأمس زي ما انتم شايفين على الشاشة الكاف اعتمد رخصة الأندية المحترفة للأندية المصرية اللي هتشارك في البطولات الإفريقية أهل وزمالك بيرامدز وفيرشا. طيب فكرة الرخصة إيه اللي حصل فيها هنأشرح لأن فيها كلام مهم جدا من بعد ما تم الإعلام بالأمس والناس عاملة تسأل إزاي في بعض الأندية خدت رخصة الأندية المحترفة وكان فيه معايير والقرارات صدرت من الكاف في شهر ستة وفالناس عايزة تفهم إيه اللي حصل هاشرح ده لكن هاشرح الأول خبر مهم جدا الاتحاد الكورة قالوا مبارح وهو متعلق بإنه هو لا يجوز لأي نادي شراء لعيبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف الترخيص. عشان كده أنا شرحت أشرح الموضوعين لأن الموضوعين مرتبطين ببعض. أول حاجة معنى القرار ده إن في ملف كل نادي اتقدم الاتحاد الكورة والاتحاد الإفريقي بالنسبة للموسم اللي جاي اللي هينطلق إن شاء الله سواء محلي أو أفريقي في منتصف عشرة انت بتقدم في ملف الترخيص بتاعك الميزانية اللي هتصرفها جاية. نفترض مثلا انت حددت ميزانيتك السنة الجاية 100 مليون جنيه. ومحدد في الميزانية في 80 مليون جنيه هتتصرف على رواتب العمال والموظفين واللعابين والأجهزة الفنية إجمالا سواء الأكاديميات قطاع الناشئين الفري الأول. طيب بيتبقى كم من المية بيتبقى 20 مليون. حضرتك لما تيجي تشتري وتعمل صفقات ما تدفعش أكتر من العشرين مليون. تاني. انت مقدم ميزانية في ملف الترخيص بتاعك 100 مليون جنيه هتصرفهم السنة الجاية. ومحدد في الميزانية انها هتصرف تلتين الرقم ده. اللي هو مثلا 80 مليون على المرتبات. وعلى التشغيل وعلى كل أمور الخاصة باقطاع الكورة والرحلات والسفريات. وانت مغطي كل ده للسيزن اللي جاي. طيب متبقي كم؟ 20 مليون. ما تجيبش صفقات أكتر أو ما تدفعش صفقات أكتر من 20 مليون. ما تجيش تقول لنا جبت 20 لعيب 40 و50 مليون. هنا اتحاد الكورة لازم يبقى ليه وقفة. لأن اتحاد الكورة هو اللي أعلم. اتحاد الكورة خد قرار خطير جدا جدا جدا. عشان كده أنا النهاردة هطالع أشرحه بتفاصيله لأنه مرتبط بحاجات مهمة جدا في الفترة اللي جاية. طيب. دلوقتي بعد القرار ده يجب على اتحاد الكورة أنه هو دلوقتي يطلع كتاب أو يطلع ملف كامل بمزانيات كل الأندية اللي هتشارك في الدوري السنة الجاية. يعني كل نادي السنة الجاية هيلعب في الدوري. يجب على اتحاد الكورة أنه يطلع منشور أو كتاب يعرفنا كل نادي مقدم ميزانياته الكورة عنده كام. كله هيدفع كام مرتبات هيشغل قطاع الكورة بكام وهيتبقى كام. وبالتالي الرقم اللي هيتبقى ده يقدر يجيب بيه صفقات لعيبة. عشان ما نتفاجئش والأندية تتفاجئ. وهي شغالة دلوقتي. وهي بتصرف على الصفقات نادي مثلا بيفقر يجيب لعيب بيلعب في منتخب كبير وبيلعب مثلا في الدوريات الأوروبية أو بيلعب مثلا في الدوريات الأفريقية يقول لك النصارف وجايب لعيب ده بعشر عشرين مليون دولار. طب انت ميزانيتك كان كام. يبقى اتحاد الكورة. اللي اخذ القرار ده عليه أنه دلوقتي يفسح عن الميزانيات اللي اتقدمته من كل الأندية في ملف الترخيص اللي تم اعتماده. من الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري. ده للشفافية والاتحاد لما يطلع قرار زي ده هيتطبق السنة الجاية. ألف بيه. ده معناه أنه هو هنا عايز يطبق الشفافية. طيب. ماذا لو نادي اشترى أكتر من القيمة المحددة في الميزانية اتحاد الكورة هيعمل ايه؟ لازم برضو اتحاد الكورة يشرح لنا إيه اللي هيعمله لفترة الجاية. خد بالكو الناس ربط الملف ده بملف دايما بيتقال في الدوريات الأوروبية اللعب المالي النظيف. اللعب المالي النظيف كان يتقال لك إيه؟ أنت مثلا صارف ربعمائة مليون وإراداتك مئتين مليون. فعندك عجز مئتين مليون. لا ده مش اللعب المالي النظيف. اللعب المالي النظيف هو مرتبط بالجمل اللي بتكلم عليها دي. أنت مقدم ميزانية بعشرة هتحدد احتياجاتك أو هتصرف على احتياجاتك بتمانية يتبقى اتنين. لما تجيب صفقات للموسم الجديد ما تصرفش أكتر من الاتنين المتبقيين من الميزانية. وبالتالي هنا اتحاد القرى عليه. أنه يفصح عن الميزانيات اتنين. يقول لنا لو نادي اشترى أكتر من القيم المحددة في الميزانية. هيعمل ايه؟ الحاجة التالتة والمهمة. أكيد منشور القيد اللي هيتم يعلانه الفترة الجاية من قبل اتحاد القرى لازم يحدد ده في منشور القيد لكل الأندية بلا استثناء. طيب. ده يودينينا بقى في سكة تانية. أن خلاص الأندية قدمت ميزانياتها. وقدمت كل ملفات الترخيص بتاعتها. وفيها كل التفاصيل دي. والتحاد القرى اعتمد كل ده. وبعته للاتحاد الافريقي. إيه اللي خلى الاتحاد الافريقي يعتمد الملفات دي. رغم أن فيه أندية عليها مدينيات وعليها أحكام في الفترة السابقة. كلنا عارفين أن ملف الرخص عشان يتقدم لازم بتقدم أوراق تثبت أن المعيار المالي عندك سليم. المعيار القانوني مظبوط. ما عليكش مستحقات. لأي فرد داخل القطاع. بنتكلم عن عاملين واللاعبين وأجهزة فنية. وحتى مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية. يعني ممكن نادي يكون مسدد للعاملين والموظفين والإجهزة الفنية. لكن عليه مستحقات للضرائب والتأمينات الاجتماعية. بالتالي هنا ملف الرخصة لا يصلح. وبالتالي لا يعتمد. طيب إيه اللي حصل عشان الكافي يعتمد ده؟ حصل حكتين. أول حاجة فيه خطاب إتبعت يوم 2-6. هيتطلع على الشاشة ليكوا دلوقتي من الاتحاد الإفريقي. الخطاب ده حدد المعايير اللي على أساسها كل نادي. هل هيستوفي الشروط دي؟ ولا مش هيستوفي الشروط دي؟ كانت من ضمن الشروط أن أي نادي عليه نزاع صدر فيه حكم قبل 31 ديسمبر 2021. ما لم تتم تسوياته بالكامل قبل 31 مارس عشرين اتنين وعشرين مش هياخد رخصة الأندية المحترفة. خلاص؟ تمام. الخطاب ده لما طلع عمل أزمة كبيرة جدا لفرق وأسماء أندية بتشارك دايما في البطولات الإفريقية. بل كمان بطل دوري أبطال إفريقيا كان عنده أزمة لو الخطاب ده استمر بنفس الشكل ده. بنفس المعايير دي. طيب اتحاد الكورة عمل ايه؟ اتحاد الكورة. جال الخطاب ده يوم 2-6. فيوم 5-6. على الشاشة برضو هستعرض لحدها لكم الخطاب اللي بعتوا اتحاد الكورة للأندية المصرية بيقول لهم خدوا بالكم. الكاف بعت في 2-6. بيطلب مننا إن احنا نعمل المعايير 1-2-3-4-5 عشان تاخدوا رخصة الأندية المحترفة من الكاف في الفترة اللي جاي. الخطاب ده لما اتبعت يوم 5-6. في أندية خرجت عبر كذا مسؤول في الفترة الأخيرة. اتكلم على وقال إيه؟ أنا علي أحكام سابقة. وأنا علي مشاكل وقضايا سابقة. إزاي اتحاد الكورة يخترني يوم 5-6؟ إن أنا هسوي كل ده قبل 30-6. أنا مش هادر ألحى أخلص كل المشاكل دي وكل التفاصيل دي. خدوا بالكم. التفاصيل دي مش قضايا ومستحقات لصالح أندية ولعيبة. لا ده كمال لو عندك مشاكل في الضرائب والتأمينات الاجتماعية. لو عندك مستحقات قديمة على اللاعبين اللي لسه بيلعبوا معاك في الفترة الحالية ولسه مقيدين في قيمة الفريق. وبالتالي الخطاب ده لو كانت نفذ كنت هتلاقي ما لا يقرب أو ما يقرب يعني من ناديين أو تلاتة في دول شمال إفريقيا. مش موجودين السنة الجاية في دورة أبطال إفريقيا. ناديين أو تلاتة. نادي مصري. نادي مغربي. نادي جزائري. طيب إيه اللي حصل؟ ده بقى اللي حصل في الفترة اللي فاتت والناس كلها مستغربة عايزة تعرف إيه اللي حصل. يوم تسعة ستة الكاف بعد خطاب جديد للاتحادات المحلية حط استثناءات وحط بعض الشروط عشان يسهل شوية الإجراءات ويخفف شوية من المعايير اللي اتطبقت في خطاب يوم اتنين ست. دمكوا على الشاشة وده الأول مرة يتعرض على الشاشة خطاب بتاريخ تسعة ستة حط استثناءات وتعديلات على خطاب اتنين ستة. أبرز الاستثناءات خدوا بالكم الخطاب ده من حوالي ستة سبعة وراءات بس مش هستعرض يعني ستة سبعة وراءات لكن بنسبت لكم فيه خطاب اتبعت يوم تسعة ستة للاتحاد المصري. الخطاب ده فيه استثناءات هي الاستثناءات. مثلا لو تم إبرام اتفاق ما بينك وما بين الجهة اللي لها مستحقات لها عليك. تمام؟ وخدت منها موافقة على تمديد الدفع لبعد واحد وثلاثين مارس يعني انت كان المفروض واحد وثلاثين تياتا اخر معاد تسوي فيها مستحقاتك. لو انت ما سوتش بعد المعاد ده حتى لو روح تسوت بعد كده مش هتشارك. لأ خطاب تسعة ستة غير شوية. قالك لو انت ما كنت تسوت بعد واحد وثلاثين مارس. والطلب منك اللي انت ترسل ملف بتاعك ولسه ما سوتش. لأ عندك فرصة تسوي مع الجهة اللي لها مستحقات عليك لغاية بعد واحد وثلاثين مارس. يعني سوت في تسعة ستة عادي سوت في شهر سبع عادي بس يتجيب ما يوفيد انه حصل تسوية وحصل جدولة للمستحقات اللي عليك. وبالتالي واحد وثلاثين مارس اصبح معاد خلاص لاغي. مبقاش موجود وده كان موجود في خطاب اتنين ستة كمان خطاب اتنين ستة كان بيقولك لو في دعوة قضائية وصدر فيها حكم نهائي والاحكام نافزة. وانت مثلا يعني رحت لي المحكمة السويسرية. وطعنت على قرار المحكمة الرياضية. هو خلاص الحكم نهائي. الخطاب الاولاني كان يقولك ايه? مش هتشارك. لان انت خلاص ادر ضدك حكم نهائي. الخطاب التاني. لو انت رافع دعوة قضائية. عشان تتجنب تطبيق الموعد النهائي للسداد. الدعوة دي تسمح لك انك تشارك وتاخد رخصة الانديا المحترفة. طالما انت عامل دعوة لتجنب سداد. او خدت جدولة او عملت تسوية مع الجهة اللي ليها مستحقات عليك. الحاجة الثالثة ودي كانت الغريبة. ان الاتحادات الوطنية كمان اصبح لها ضر فعال جدا في حل هذه الازمات. ان النادي دلوقتي بيقدم للكاف قدرته على اثبات حسن النواية والسداد امام الهيئات اللي بتسدد قدامها المستحقات اللي عليك. يعني مثلا الاتحاد المصري عنده قضايا ومعروف ان النادي ده عليه مستحقات. تمام؟ بس النادي ما سدتش. هنا الاتحاد ممكن يكون ضامن للنادي عشان ياخد رخص الانديا المحترفة. طالما الاتحاد ده ضامن ان النادي هيسدد خلال الفترة اللي جاي. يعني اصبحت الاتحادات كمان بتقدم ضمانة للكاف عشان تسوي مستحقات الانديا اللي عليها الفترة اللي فات عشان تشارك في المسابقات الافريقية. دلوقتي عرفته. ليه الكاف مبارح؟ لان اخطاب اتنين ستة كان على الاقل هيشيل تلات انديا من شمال افريقيا لو اطبقت المعايير بحزفرها. لكن جي اخطاب تسعة ستة لغى المعايير وخفف شوية من الاجراءات. وبالتالي هيشارك وخد تمانية وخمسين نادي في افريقيا رخص الانديا المحترفة. وخد خمسين نادي اللي هيشاركه في الكونفيدرالية رخص الانديا المحترفة. وبالتالي الزمالك معاه رخص الانديا المحترفة. في مدحف النادي في مقره بالجزيرة. يمكن قدر ان كان حاولت بس اشرح لحضراتكم اللي حصل فيما قبل يوم اتنين ستة وملف الرخص والخطاب الاستثنائي اللي صدر في تسعة ستة عشان الانديا تاخد الرخص. وارتبط ده بالقرار اللي خده اتحاد الكورة اول امس ان اي نادي هيشتري لعيبة لازم يشتري في حدود الميزانية. لان ده موجود في ملف الترخيص. وبالتالي الفترة الجاية عايزين من اتحاد الكورة حاجتين. اول حاجة الاتحاد يفصح للاعلام ميزانيات الانديا اللي هتشارك. والحاجة التانية يقول لنا لو نادي اشترى اكتر من ميزانيته اللي هيحصل معاه. كل ده عشان الشفافية. واحنا عشان يكون عندنا الشفافية شرحنا لكل جمهور الكورة المصرية اللي حصل في ملف الترخيص عشان تعرفوا ان المعايير دي لما بتتطبق بدون استثناءات في انديا مش هتلعب بره مصر افريقيا حتى ممكن ما تلعبش بطولات افريقية حتى لو هي حاملة اللقب وفايزة بدورة ابطال افريقيا مرتين وتلاتة وممكن كمان خمسة. اتمنى نكون قدمنا حاجة مفيدة للمشاهد في هذه الجزئية اللي انا عارف عاملة بلبلة كتير اوي في السوشيال ميديا والناس عايزة تفهمها فقدر ان كان النهاردة شرحناها لكل السادة المشاهدين. اهرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل ونشوف كيف يستعد الاهلي لمباراة الغد امام استرمي كامباني في الدوري العام. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كلنا عارفين ان بقر عندنا مباراة مهمة جدا في الجولة الـ 30 من او الجولة الـ 31 من عمر مباراة الدوري العام. مباراة استرمي كامباني مباراة صعبة جدا مباراة قوية ويمكن النادي الاهلي الحمد لله خلال الفترة الاخيرة عامل معدل جاي جدا في مسألة عدم دخول اهداف في مرمى الاهلي. يمكن الفترة الاخيرة الحمد لله يمكن اكتر من حوالي 8-9 مباراة كل المباراة دي مفيش اهداف الحمد لله منية بيها مرمى النادي الاهلي وكمان معدل التهديف ماشي بشكل كويس. في تعليقات على الاداء في بعض المباراة لكن الفترة الحاسمة دي ومع ضغط المباراة محتاجين جدا نخلص الموسم يوم 30-38 بشكل كويس لسه المنافسة مستمرة على الدوري فارق النقاط بالتأكيد اقل جدا من عرض المباراة المتبقية وبالتالي لسه المنافسة موجودة وكل عارف ان النادي الاهلي طالما بينافس يبقى المنافسة لغاية الثانية الاخيرة مع صافرة اخر حكم في اخر مباراة في الدور العاد المباراة الاخيرة الاهلي فاز على الاتحاد في اسكندرية فاز على المصر في اسكندرية لعب مباراة المقصة مبارح وكسب وتأهل الدور التمانية لمواجهة المقاولين في كأس مصر لسه كمان مستنين نعرف موعيد الكاس الفترة اللي جاية هتتعمل امتى هل هتتعمل في شهر تسعة ولا الناس هتاخد راحة بعد يوم تلاتين تمانية ويبقى فيه راحة لغاية منتصف اكتوبر مع انطلاق الدور الجديد هل الكاس ممكن يستكمل ويتلعب في شهر نوفمبر أثناء كأس العالم كل ده هنشوف الفترة جاية لسه كمان اتحاد الكورو عايز استأذن الفيفا في مسألة ان تتلعب مباراة كأس مصر أثناء أجندت ومباراة كأس العالم كل ده هنعرفه الفترة اللي جاية لكن المهم الفترة الحالية الفريق الحمد لله ماشي بشكل كويس طيب النهاردة لتدريب الختامي لفريق النادي الآلي وعلى طول مباشرة هيعلن طبعا سواريش القيمة الرسمية والنهائية اللي هيلعب بيها مباراة إستر من قام باني غدا بإذن الله لذلك أذهب مباشرة إلى الزميل العزيز فاروق صلاح مفتقانات الآلي اللي موجود حاليا في ملعب مختار التيتش بالجزيرة عشان نعرف منه كل الأخبار والكواليس الخاصة بفريق النادي الآلي مساء الخير يا فاروق وتفضل قولنا إيه الجزيدة عندك وأخبار الفريق قبل الدخول للمعسكر المغلق كل التحية لك زميلي محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الآلي في كل مكان من هنا من استهد مختار التيتش وقبل انطلاق كمران للنادي الآلي وزي ما انتقولت تدي بالأخير للنادي الآلي قبل الدخول في معسكر استعدادة لمواجهة فريق إسترني كامباني في مباراة مهمة طبعا في مشوار للنادي الآلي اللي خليني أكد عليه أن مستر ريكاردو سواريش في هذه الأثناء بيعقد محاضرة مع اللعبين يعني انطلقت المحاضرة منذ 25 دي مستر ريكاردو سواريش بيعقد محاضرة فنية مع اللعبين طبعا به الفيديو بيعرض أهم من نقاط القوة والضعف في فريق إسترني كامباني وبيحذر من خطورة فريق إسترني كامباني اللي بلعب يعني على أمل الهروب من الهبوط والدوافع اللي لدى فريق شريال الدخان أو إسترني كامباني بقايدة الكابتن علاء عبد العيل تفرق طبعا مستر ريكاردو سواريش على مجموعة من اللقاءات الأخيرة لفريق إسترني كامباني واتكلم معهم في أهم العناصر الموجودة في هذا الفريق طبعا أنت عارف محمد في ظل تلحم المباريات النادي الأهلي بيطوي سريعا صفحة مباراة مصر المقاصة بعدها بـ 72 ساعة خلاص أنت بتستعد لمواجهة إسترني كامباني مباراة طبعا مهمة جدا في مشوار للنادي الأهلي خليني برضو أن أنا عايز أطمنك على كتير جدا من الأمور أو خاصة به اللعيبة المصابين أمحمد يعني قبل ما نتطرق لهذا الأمر أنت لو حابب تتكلم في أي نقطة خاصة بالنواحي التجيزية أو التحضرية الهذية المباراة أنا موجود معك أمحمد لا تفضل يا فاروق اشرح لنا الأخبار عندك قايمة المصابين الفترة الجاية ممكن من يرجع الفترة اللي جاية هل مستمرين بنفس المعدل نفس المجموعة اللي موجودة من قطاع الناشئين الفترة الجاية هل في تصعيد لعبين آخرين هاللعيبة اللي خادت أجازة وراحة بدأوا مران تأهيل الفترة جاي أنا عايز أتطمن منك عن كل الأخبار اللي أنت شايفها في مقر النادي في الجزيرة يعني خلينا أخذوا النقطة الأخيرة محمد اللي أنت يعني أثرتها في النقطة اللي لأنها نقطة في غاية الأهمية كانت محور حديث أو كلام مع الدكتور أحمد أبو عبلا بخصوص اللعيبة اللي حصلت على راحة الدكتور أحمد أبو عبلا وتأهلية بتابعها مع اللعبين وطبعا بيتابع الأحمال يعني الدكتور أحمد أبو عبلا قال لي نحن نتابع الأحمال الخاصة باللعبين الحاصلين على راحة طبعا مش عايزين يكون في زيادة في الأحمال كل لقى متحدد الحمل التدريب يكون طبعا نحاول نفرغ اللعيبة من الضغط البدني والضغط الزيني لكن متابعين هذا الأمر مع اللعبين الحاصلين على الأجازة أيضا محمد نتطمن على اللعبة مش هيبقى في عناصر تانية من قطاع النشئين خلال الفترة القادمة أو المباراة الغد طبعا بعد انضمام آخر لعب اللعب رأفة خليل لعب متخب مصر للشباب وفريق النادر أهلي موليد 2003 كان آخر اللعبين طبعا اللي انضموا ليه التدريبات الفريق الأول طبعا مرورا باللعبين اللي كلنا شفناهم محمد أشرف أحمد سيد عبد النبي ميدو نبيل حمد حمدي ونصير ومجموعة اللعبين اللي شفناها في الفريق اللي ندى لفترة الأخيرة طبعا مع زياد طارق وأيضا موجود حمز علاء موجود مصطفى مخلوب بيبقى موجودة هؤلاء اللعبين مش هيبقى فيه إضافة من العناصر الموجودة من قطاع النشئين في الفترة الأخيرة عايزة طمنك أيضا يا محمد على حالة المصابين ونقدر نستعرضهم خلينا أقول لك أن الخلاص حسين الشحات وطار محمد طار بدأوا المرحلة الجارية حول الملعب والدكتور أحمد أبو عبل قال لي من أسبوع لعشر تيام هيكونوا موجودين في التدريبات الجامعية خلينا أقول لك النهاردة أحمد نبيل كوكا هيشارك في التدريبات الجامعية لجزء في التدريب أو المران اليوم أحمد عبدالقادر شارك في المران أمس وواحد من العيبة اللي خلاص يعني اللي أصبح جاهز من الناحية الطبية للفريق اللي نديل آلي موجود النهاردة في المران هيشارك بالكامل أيضا أكرم توفيق هيشارك في المران بالكامل وأصبح يعني أكرم توفيق واحد من الأضافات المهمة جدا لفريق اللي نديل آلي أريد أن أطمنك أيضا على عمار حمدي والمراحل الأخيرة الموضوعة لعمار حمدي فيه البرنامج التأهيل التأهيل الموضوع لعمار حمدي بيتابع الدكتور أحمد أبو عبل اللي خلاص إحنا في المراحل الأخيرة طبعا هيكون فيه زيارة للدكتور اللي أجرى العملية الجراحية لعمار لتحديد موعد التحاق طبعا بالتدريبات الجامعية خلاص إحنا في المرحلة الأخيرة أريد أن أطمنك أيضا على محمد شريف وعمر السلية دكتور أحمد أبو عبل اللي طبعا البرنامج التأهيلي الموضوع للعبين محمد شريف وعمر السلية ثلاث أسابيع بالضبط يا محمد يكون محمد شريف وعمر السلية هينضموا للتدريبات الجامعية للنادي الأهلي تقدر تقول يا محمد أن دي كانت يعني كل التفاصيل الخاصة باللعيبة المصابين الأقرب العودة للأهلي في الفترة القادمة أقرب اللعبين اللي يكونوا موجودين خلال أسبوع خلال عشر تيام طبعا هو طاهر محمد طاهر طبعا وإن شاء الله طبعا يكون معا حسين الشحات يبدأ النادي الأهلي يستعيد اللعيبة تباعا خلال المباراة القادمة بإذن الله طيب أقرم توفيها فاروق وانت قد انفردت معنا بالخبر ده من حوالي شهر وقلت أقرم بإذن الله يعني هيدخل التدريبات الجامعية تدعم من مثلا من عشرين سبعة لدلوقات داخلين في عشرين تمانية وبالتالي بقى له شهر في التدريبات الجامعية وانا عارف ان أقرم بقاله فترة عايز ينزل ويلعب ماتشاط رسمية عندك خبر او عندك معلومة جديدة ممكن نشوف أقرم بقي خمس ماتشاط والأهلي يختتم مصابة الدوري ممكن يكون متواجد في امتى المباراة الأخيرة القبل الأخيرة جمهور نفسه يشوف أقرم في الماتشاط اللي جاية في امتى يا فاروق لو عندك معلومة مؤكدة خليل يا محمد اقولك ان بالفعل أقرم توفيق عايز يعني ينزل للملعب النهاردة قبل بكرة يا محمد أقرم توفيق واحد من اللعبة اللي عنده الحماس عنده الغيرة نفسه يكون موجود في الملعب النهاردة وبيسابق الوقت والزمن أقرم توفيق يعني الكلام من الدكتور رحمد أبو عبلا طببيا أقرم توفيق جاهز للمباراة النادي الآن ليس عايز جاذب فيه في مباراة يبقى فيها الحماس أكتر أو فيها دوافع أكتر لكن خلينا أكد لك إن شاء الله محمد عقب العودة إن شاء الله من مباراة الإسماعيلي إن شاء الله من الأسكندرية أقرم توفيق يكون جاهز للمشاركة في المباراة أعتقد بالنسبة كبيرة جدا هيكون موجود فيه قايمة النادي الآلي إن شاء الله يعني عقب مباراة الإسماعيلي بإذن الله بإذن الله زمنا العزيز فروه صلاح بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات ودائما جدا لما نحب نسمع الأخبار الجديدة في الفترة الجاية بنسمع من خلال زملائنا المرسلين وبالتأكيد فروه أكد لنا إن شاء الله في الإسبوع الأخير من 8 يعني الإسبوع الثلاثة والتلاتين أو الثلاثة والتلاتين ممكن نشوف أكرم توفيق المباراة الرسمية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف تريند الأهلي وإيه اللي تكتب على الأهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي نروح للسوشيال ميديا ونشوف تكتب على الأهلي في الساعات الأخيرة والنهاردة كل منشتات وكل المنصات الاجتماعية في تويتر مهتمة جدا بأخبار الأهلي في الساعات الأخيرة نبدأ مع بعض بحساب الأهرام على تويتر وبيتكلم على إن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة أستر نيكامبني في الدور كلنا عارفين مباراة بكرة إن شاء الله في الجولة الـ 31 النهاردة لتدريب الختامي سوارش هيعني القيمة غالبا هيكون 21 أو 22 لاعب في القيمة اللي هيشارك في مباراة بكرة والفتر أخير الحمد لله في نتائج إيجابية سواء في عدم استقبال أهداف وأيضا في تسجيل أهداف في المباريات الأخيرة وتميز لرامي ربيعة كمان في تسجيل ضربات الجزاء الترجحية طيب حساب بطولات بيقول مصدر بالأهل البطولات بيرسي تاولان يتواجد في قيمة لقاء الأهل لمواجهة أسترن كامبني وشكوك حول جهزية كريم فؤاد طيب بيرسي تاولان يتواجد في قيمة الأهل لمواجهة أسترن كامبني اللاعب ما زاله يعاني من ألم في عضلة أمامية وشكوك حول جهزية كريم فؤاد للإصابة ده كلام على عهدت بطولات ومصدر بالأهل لكن نهاردة اعلان القايمة الرسمية ننتظر القايمة الرسمية ونشوف سوارش هيختار مين معاه في مباراة بكرة بإذن الله نروح كمان لحساب اليوم السابع على تويتر والكل بيتكلم على اللعيبة اللي أجرت عمليات جراحية الفترة الأخيرة وكان أبرزهم حسين الشحات طبيب الأهل يضع برنامج تأهيلي لحسين الشحات من جراحة غدروف الرجبة وكان معانز منا فرق صلاح شرح الأمر المتعلق بحسين الشحات في الفترة اللي جاية بعد عودته من الضوحة بعد خضوعه لعملية جراحية وإن شاء الله نطمئن على حسين الشحات في الفترة اللي جاية ويكون فيه برنامج تأهيلي للعلاج من غدروف الرجبة طيب حساب يلا كورا على تويتر أيضا بيتكلموا إن فيه مصدر في الأهلي قال يلا كورا قال يوديانج مستمري مع الأهلي بعدما صرف النادي النظر عن فكرة بيعه والنادي بيجهز عقود التجديد لكل من حسين الشحات وياسر إبراهيم ويرحب رحيل صلاح محسن ومحمود وحيد ويتمسك برفض عرض سيفاس سبور التركي للتعاقد مع أفشا بسبب قلة أو ضعف المقابل المادي ده مصدر في الأهلي يلا كورا اتكلم على مسألة الصفقات وتجديد عقود اللاعبين ومسألة اللاعبين اللي ممكن ترحل وكمان العروض اللي بتيجي لبعض اللاعبين وأبرزهم أفشا اللي عنده عرض من أحد الأندية التركية النهاردة احنا بنتكلم 16-8 باقي بالزبط 14 يوم ويفتح الاتحاد المصري لكورة القدم باب القيد في الانتقالات الصيفية ويكون القيد مستمر في شهر 9 والقيد الإفريقي يغلق يوم 15-9 واللعابة للصفقات الجديدة اللي هتتأيد في شهر 9 تلعب مع الأهلي دور الـ 32 أو الدور التمهيدي التاني في منتصف عشرة أنا عايز أقول إيه في التفاصيل دي كلها إن ننتظر 14 يوم بالزبط وعنسمع كل الجديد بخصوص صفقات الأهلي الفترة اللي جاي الصفقات تجديد عقود اللاعبين اللي ممكن عقودهم تنتهي بعد سنة أو اتنين العروض اللي بتيجي لبعض اللاعبين في ملف الإعارات هنعرف إيه اللي هيحصل فيه بعد إسبوعين وصدقوني كل اللي بيتقال دلوقتي بعيد تماما عن اللي بيحصل جوه اجتماعات النادي الأهلي أو اجتماعات شركة الكورة في النادي الأهلي لأن بإذن الله بعد إسبوعين النادي الأهلي بيحضر للمسم اللي جاي بشكل مختلف وكل اللي بتسمعوا دلوقتي ما فيش حد قريب من صنع القرار أو اللي بياخد القرار جوه النادي الأهلي إيه اللي بيحصل أو إيه اللي هيحصل محدش بيتكلم ومحدش بيحكي أي كواليس لأن بعد 14 يوم هيكون فيه إعلان رسمي لكل التفاصيل المتعلقة بقينة الفريف السنة الجاية لأن السنة دي تحديدا فيها أمر استثنائي عكس السنين اللي فاتت الأول كنت بيجيب صفقات وتلعب معك أفريقيا من شهر يناير لكن المرة دي السكواد اللي هتقدمه في القيمة الإفريقية قبل 15-9 سواء محل أو إفريقي هتلعب معاك من بداية الموسم فبالتالي القيمة بيتم تحضيرها بشكل جيد جدا جدا طيب هروح كمان لحساب كورا بلس وبيتكلموا على أن مصطفى شبير وعالو بطفي يريدان حسم مصيرهما في ظل بحث الأهل عن حارس مربع برضو زي ما قلت الأمر ده مؤجل بعد نهاية الموسم من أول 9 إن شاء الله كورا 11 الأهل يفتح باب الرحيل لصلاح محسن نهاية الموسم الحالي بعد تراجع مستوى برضو زي ما أكد كل الملفات دي هيتم حسمها بعد نهاية شهر أغسطس وفي الأسبوع الأول من شهر 9 كل الملفات دي هيتم حسمها قبل تقديم القيمة الإفريقية يوم 15-9 أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل بقى فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند نروح للتريند المحل لأنه في تفاصيل مهمة جدا بالنسبة للمنتخبات الوطنية حساب اليوم السابع على تويتر بتكلموا لأن روي فيتوريا يفاضل بين 17 وجها جديدا لمعسكر ستمبر تعرف عليهم طيب معسكر منتخب مصر في الأجندة اللي جاية كان المفروض يبقى معسكر رسمي عشان نلعب مباراتين مع منتخب ملاود تم تأجيل معسكر شهر تسعة إلى أجندة تسعة لأجندة مارس عشرين تلاتة وعشرين وبالتالي شهر تسعة تبقى كلها مبارات ودية للمنتخبات الافريقية فيتوريا عايز يلعب مباراتين حسب المعلومات اللي عندي أن فيه التواصل تم مع الكونغو الزومقراطية ومع توجو ومع أكتر منتخب افريق للاستقرار على اختيار أحدهم في الفترة اللي جاي أجندة تسعة هتبدأ في الفترة من 19 إلى 27 تسعة يعني بعد مرحلة الدوري التمهيدي الأول في دوري أبطال إفريقيا هتبدأ على طول أجندة شهر تسعة الكلام اللي طالع أو المصادر القريبة من روي فيتوريا أنه مش هيضم لعبي النادي الآلي نتيجة طبعا حالة الإجهاد وعشان يخضوا مساحة وقت للراحة السلبية أعتقد كمان الأمر مش هيكون لعبة الآلي بس في أندية تانية هتطلب ده من المنتخب الوطني في أندية تانية هتطلب ده لما تلاقي لعبة الآلي مش موجودة في المعسكر هي كمان عايزة تاخد راحة للموسم الجديد لكن اليوم السابع حسب مصادر لي قال إن في 17 وجه جديد في المعسكر أبرزهم مثلا حسام عبد المجيد سيد نمار من الزمالك بوب ومرعي وفروه من فيتشر مصطفى الزناري وعمر السيسي من طلاع الجيش عبد الرحمن مجد وإحمد مدبولي الإسماعيلي شادي حسين من سيراميكا أسامة جلال إبراهيم عادل بيراميدز عبد الرحمن رشاد رشدين وعمر فايز ويوسف حسن واحمد نادر وصلاح باشا لعبي منتخب الشباب هنشوف معسكر شهر 9 إزاي روي فيتوريا هيستفيد منه عشان يشوف وجوه جديدة في الفترة اللي جاية طيب حساب يلا كورة أيضا على تويتر بيقول إن البرازيلي ميكالي وهو المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي بيجتمع مع عصام الحضر ووائل رياض بعد تعيينهما في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي اتحاد الكورة كان أعلن أول أمس التشكيل الجديد للمنتخب الأولمبي خاصة بعد تعيين المدير الفني البرازيلي ميكالي وتم استدعاء اتنين مصريين عشان يكونوا موجودين معهم في الجهاز والرياض وكان موجود قبل كده مع الكابتن شوء غريب وعصام الحضر بعدما كان موجود منتخب أول حاليا موجود مع المنتخب الأولمبي المنتخب الأول روي فيتوريا مش محتاج أي مساعد مصري وقال لاتحاد الكورة لو هتجيب مساعد مصري عشان يستفيد من الجهاز اللي موجود ممكن يكون موجود بس مش معنا في المباراة الرسمية عشان كده لغاية اللحظة دي ما فيش حد تم الاستقرار على اسمه عشان يكون موجود بالاختصاصات دي أو بالشروط اللي حاطتها روي فيتوريا ده هنشوف الفترة الجايه هل في مساعد مصري هيقبل بداء ولا مش هيكون موجود وهي بالتالي الجهاز الفني هيكون كله برتوغالي من خلال روي فيتوريا اللي طرحناه في بداية الحلقة اقتراحات حضرتكم على منظومة التحكيم عشان يتم تطويرها إيه اللي ممكن نعمله الفترة اللي جاية أستاذ حسن بيقول أولا زيادة كاميرات التصوير المرتبطة بتكنية الفار لصورة أوضح تشكيل لجنة داخل لجنة الحكام لتقييم أداء الحكام ومكافئة من يجيد ويجتهد ومعاقبة من يخطئ خصوصا الأخطاء المؤثرة في النتيجة كذلك التنبيه على الحكام بالشدة مع حالات الاعتراض من اللاعبين طيب أستاذ سعيد بيقول لازم يكون فيه ورشة عمل لتدريب الحكام وتعلمهم كل جديد بعيد عن أي انتماء وكل خمس مباراة يتعامل تقييم للحكم أعتقد كلتنبرج هيعمل نظام قوي جدا وصال من الفترة اللي جاية أستاذ اللي الجهري بيقول أولا كلتنبرج يقوم بعمله كخابير واستشاري تطوير فقط بصلاحيات تمنع الاحتواء ثانيا تشكيل لجنة تحكيم جديدة بدون أعضاء اللجنة الحالية ده أنا قلته قبل كده والحمد لله تحقق بعد رحيل السيد مراد ونائس كمان رحيل أحمد أبو العيلة مدير اللجنة الحالي الاستعانة بحكام الفار لحين تدريب الحكام المصريين جيدا يوصد استعانة بحكام أجانب أعتقد هنا إعلان نتيجة الشكاو المقدمة من النوادي في وسائل الإعلام والعقوبات التي تم اتخاذها نتيجة الشكاو المقدمة من النوادي أعتقد كلتنبرج هيكون ليه موقف في الفترة الجاية ويثبت مين اللي أخطأ ومين ما أخطأش أستاذ محمد جمال بيقول أهم حاجة يكون الحكام عندهم ضمير ولازم كلتنبرج يبدأ بتدريب الحكام على الفار من جديد وسرعة اتخاذ القرار كما نرى في الدوريات القبرى ولازم الحكم يكون عنده شخصية داخل الملعب لمنع الاعتراضات المبالغ فيها ويتم محاسبة الحكم على أخطأه آخر حاجة أستاذ عبد بيقول تحياتي أستاذ محمد لابد من ودى ليحة عقوبات تنظم العلاقة من منظومة الكرة من أول رئيس مجلس الإدارة لأصغر عضو لمنع التجاوز في حق الحكام طيب اقتراحات محترمة والناس كلها بصراحة بتتكلم من أجل الصالح العام في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا بإذن لنا ألتقي في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء